اشتركوا في القناة وكذا المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما سيقوم وزير أشؤون الخارجية رمط العمامر يومي الأربعاء والخميس بزيارة عمل إلى واشنطن حيث من المقرر أن يترأس مناصفة مع كاتب الدولة الأمريكية جون كيري الدورة الثالثة للحوال الاستراتيجي بين الجزائر وواشنطن وهذا لبحث التعاون الثنائي وآفاقه في مختلف المجالات وكذا المسائل السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك في قطاع التربية دعت وزيرة التربية الوطنية النورية بن غبريط أمس إلى ضرورة رد الاعتبار لمهام مفتشي التربية وتدارك الاختلالات المسجلة على المستوى البداغوجي قصد الارتقاء بأداء المجموعة التربوية وحفظ مصلحة التلميذ وأوضحت الوزيرة خلال جلسة العمل التي ترأستها بمقر ولاية عنابة بحضور إطارات القطاع في ختام الزيارات التفاقودية التي قامت بها إلى الولاية بأن التوجه الذي حدد لتدارك الاختلالات يتطلب التحلي بالمهانية وتكيف مع رهانات التي تواجه المدرسة الجزائرية بآداء يخضع للمعايير العالمية والمدرسة العصرية مركزة على أهمية دور المفاتشين التربويين في التأطير والمرافقة وتقييم أداء الأساتذة بالإضافة إلى دور مدراء المؤسسات التربوية في بسط الاحترافية في تسير القطاع دوليا جددت حكومة مالي ثقتها التامة والكاملة في فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية المالية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح من مارس المنقذ من قبل ممثلي الوساطة الدولية بقيادة الجزائر يعد آدات متميزة حاملة للسلم لمالي وكافة المنطقة كما أبدت حكومة باماكو استعدادها لتقديم كافة التوضيحات لأصدقائها حول مرافقتهم في هذه الظروف الحساسة والصعبة مجددة دعوتها لبقية الفرقاء للتوقيع على الاتفاق في أقرب الأجال في جديد الشأن اليمني أفادت مصادر إعلامية أن طائرات التحالف العربي شنت غارات على مواقع عسكرية في معسكرات الخراف شرقي وجنبي العاصمة صنعاء كما استهدفت الضربات معسكر الصمع ومعسكرات القوات الخاصة في منطقة الصباحة وواصلت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تكثف غاراتها على محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحثيين والواقعة في أقصى شمال اليمن من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية وعسكرية مقتل 53 شخصا بينهم 17 مدنيا في أقل من 24 ساعة في اشتباكات دامية بين الحثيين واللجان الشعبية في محافظة عدن نشكر لكم كرماء المتابعة دمتم فرعة الله السلام